ما زال سكان القرى والأحياء بولاة باتنا يحصون الخصائر التي الحقتها بهم الفيضانات الأخيرة خاصة ما تعلق بالبنية التحصية والجانب الفيضانات تابع تفاصيل في تقرير سعيد حريقة ونجم بكر حي 74 مسكن ببلدية باتنا أكثر الأحياء تضررا من الفيضانات فالسكان هنا محاصرون في مساكنهم بعد أن جرفت الفيضانات ممرا ترابيا كانوا يستعملونه لدخول وخروج مركباتهم هنا يخزون ما نتقذل رأي في الدوار هنا في بندية ولاية باتنا تعتبر من أبشع ما نتقذل في الولاية ما يخرج سيارة لدينا طفل يعجب الأهلية برحش مع الطفل ما سيرتعوا ها ها الطفل بشيروا يعجب الأهلية نتعوا الصباح ما يقدرش يخرج منطقة أولاد زياد ببلدية تكسلانت هي أيضا الفيضانات جرفت السواق والحيوانات وقناة الربط بالغاز واقتلعت الأشجار وكانت مصالح ثونالغاز قد باشرت منذ أمس عملياً أشغال إعادة الغاز لسكان القرية في وقت ما زال المواطنون تحت الصدمة